بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المشاهد الكريم أينما كنت في أول حلقاتنا في برنامجكم رأي الغلابة نحاول أن نتطرق لواحدة من أهم القضايا التي ما برزت إلا وفي معيتها الكثير من المشاكل والتصدعات والتي نأمل أن نتناولها ببعض المحاولات لإلقاء الضوء على النزاعات المائية بشكل عام ثم مشكلة صد النهضة وتلك الطبول الطبول الحرب التي تقرع بين الفينة والأخرى قصة وأن الواضح أن المتفاوضين لدولتين المصاب قد وصلا إلى منتهاهما وأنه لا بد من التعامل بشكل مختلف لإحراس تقدم في المفاوضات الخاصة في الملء الثاني لكن قبل ما ندخل في الحديث عن صد النهضة نريد أن نتحدث بشكل عام عن مشاكل النزاعات المائية في العالم أجمع في عام 1995 قال الدكتور إسماعيل سراج الدين نائب رئيس البنك الدولي إن كانت حروب هذا القرن ويعني هنا القرن العشرين لأجل النفط فإن حروب القرن القادم ويعني قرن هذا أي القرن الحادي والعشرين ستقوم لأجل الماء إلا إذا أدرنا هذا المورد النفيس والحيوي بكفاءة عالية تساهم في التوزيع العادل لضرات المياه المسكبة هنا وهناك ليس هذا فحسب ولكن في أبريل من العام الماضي عشرين عشرين أصبحت مدينة الكيب تاون أول مدينة في العالم بلا ما ومن المتوقع أن يتبعها في العقود القادمة كل من برشلونة كل من برشلونة ولندن وستانبول وسان باولو وميلبورن وجاكارتا وبكين وطوكيو وبانجلور ومكسيدكو سيتي وغيرها من مدن العالم الكبيرة ليس هذا فحسب بل من المتوقع أن أغلب مدن العالم ستواجه هذا المصير بحلول عام عشرين أربعين وعليه فلابد من الحضر في التعامل مع ما يسمى بمشاكل المياه خاصة حينما تتجاوز هذه المشكلة دولة بعينها إلى مجموعة من الدول تشترك في مصدر مائي بعين والمعروف طبعا أنه 93% من جملة كمية المياه الموجودة في كوكب الأرض هي مياه مالحة موجودة في البحار وفي المحيطات ولا يتبقى من المياه سوى 7% عبارة عن مياه عزبة المستخدم من المياه العزبة حتى هذه اللحظة لا يتجاوز الواحد في المياه طيب الستة في المياه الباقية مشتوين الستة في المياه الباقية الموجودة إما في البحور المتجمدة الموجودة في القبير الشمالي والجنوبي أو تحت الأرض ومحاولة تسييلة أو إخراجة من باطن الأرض محاولة مكلفة تماما طيب حتى في الواحد في المياه الموجودة سبعين في المياه من الواحد في المياه الموجودة تستخدم للزراعة وحاقول حاجة صغيرة جدا الرطل بتاع أو نص الكيلو بتاع الحامبرغر مثلا بيستهلك 1260 لتر بتاع موهن عشان إذا عمل بس يعني فاون أو رطل بتاع هامبرغر أنت محتاج ل 1260 لتر بتاع موهن طيب في حاجة بيسموها نظرية الماء موجودة في العالم كله بتقول إنه في العالم ما في موية جديدة موجودة النظرية دي بتقول إنه ما في موية جديدة حتأتي من أي مكان الموية الموجودة هي هالموية الموجودة في كل العالم ما في ماء جديد حيليه وبالتالي إذا لم يحسن استخدام هذه الماء وإذا لم يمنع استخدام الماء كسلاح ضد الآخرين فبالتالي إحنا في الغالب الأعام سنبقى في مشكلة كبيرة جدا هي عبارة عن حروض طاعنة لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون ماء بأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام كحد أقصى طيب عندنا مشكلة أخرى هي أيضا توزيع المياه يعني حتى السبعة في المية أو الواحد في المية الموجودين توزيع على كوكب الأرض ليس عادلا يعني لم توزع بالتساوي في كوكب الأرض وبالتالي نجد أماكن شهيحة أو فقيرة مائيا وأماكن أخرى غنية مائيا يعني مثلا على سبيل المتسال الكويت دولة الشقيقة الكويت تعتبر من أفطر الدول مائيا الدول مائية بعيدا عن البترول الموجود فيها والمصادر بتاعة المعادن القفرة لكن من الناحية المائية تعتبر دولة فقيرة جدا في المقابل كندا تعتبر من أغنى الدول في العالم من الناحية المائية يعني ليست فقيرة مائيا وإنما يعني تمتلك كميات مهولة جدا من المياه مائة ضعف مائة ألف ضعف احتياجا يعني مائة ألف ضعف احتياجا طيب بهذا المنظور لا يجب استخدام الماء كسلاح ودي وحدي من المشاكل اللي أنتجت ما يعرف بمشاكل دول المنبع والنصب لأنه ليس هناك مشكلة لدولة النصب أن تعمل سد لأنه لا توجد دولة أخرى في جانب الآخر أو بعدها ستستفيد منع الماء منها وحجز الماء عنها بيبقى مشكلة يعني مثلا مصر على سبيل المثال لما عملت السد العالي السد العالي لم يؤثر على دولة بعض المصر بعيدا من التأثير الجزئي والمهم أن حصل مثلا في واد حلفة لكن أنا بتحدث عن أنه السد العالي لم يمنع الماء من دولة أخرى لكن دولة المنبع أيا كانت هذه الدولة حين تصنع أو تبني سدود بتبقى في مشكلة لأنها تمنع الماء من السريان وبالتالي تمنعه من الوصول إلى دول المصر كمان لما تكون هذه السدود سدود عملاقة زي ما هو متوقع لسد النهضة بتبقى مشكلة وأهم السدود العملاقة الموجودة في العالم هو سد الممرات الثلاث أو سد المضائق الثلاث الموجود في الصين على نهر اليانجستي وده ده مش أثر في الصين يعني والدول التي تليه فقط وإنما أثر حتى في أنه أقطع القرى الأرضية كاملة لمدة ثانية واحدة ودي مشكلة أنا أنه ثانية دي بتعمل كثير جدا من المشاكل طبعا بناية السدود نفسها خاصة السدود العملاقة بتؤثر تأثير مباشر في البيئة بعد الخزان وقبل الخزان أو بعد السد وقبل السد وبتؤثر في التركيبة الحيوية في حيوات تعري جدا قد تنقرد زي ما حدث في السد الممرات الثلاث الموجود في الصين وهو سد عملاق جدا ارتفاعه لأكثر من يعني يرتفع فيه الماء لأكثر من سبعمية متر وأيضا طوله في حدود الخمس تالاف أو ستة ألف كيلو متر فهو أو بصيرين مشهورين بالبيسور الصين العظيم وغيره يعني بناء الأسوار العالية أو كذا فدي وحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا في مسألة بناء السدود بناء السدود يجب أن يتم بشكل متفق عليه خاصة إذا لم يكن النهر أو المصدر المائي يجيب في حدود الدولة المعنية نفسها يعني عنده دولة تانية وذلك حاصل عندنا مثلا في النيل الأزرق أو في النيل الأبيض أو في النيل دهر النيل بشكل عام إنه هناك دول الآن ثلاث دول مصر يعني في الأول كان في دولتين منصب لما السودان كان دولة موحدة بدخول جنوب السودان كدولة مستقلة أصبح هناك ثلاث دول مصر بالنسبة لنيل الأزرق في دولتين منصب اللي هما السودان ومصر وبالتالي دي كانت مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع سد النهضة طيب هل هناك مشاكل ظهرت نعم في مشاكل ظهرت في السدود التركية اللي عملت على الأصل أو صعيد نهر الفرات دي تسببت في جفاف نهر الفرات في العراق سوريا اللي هما دولتين المصب ومشكلة وبس كانت هي واحدة من الجفاف القاتل جدا في سوريا وكانت جزء من امتداد المشاكل الاختصادية في سوريا لأنه ماتت أعداد كبيرة جدا ومهولة من الثروة الحيوانية المزارعين لم يستطيعوا أن يزرعوا فكانت هناك كثير جدا من المشاكل سببت السدود التركية على نهر الفرات أيضا سدود نهر الميكون في الصين خاصة السد الاسم زاوان ده عامل مشكلة كبيرة جدا وتأثر على البيئة الزراعية لجارات الجنوبية في كمبوديا وفياتنام وستاشر دولة أخرى يعني تبقى وحقول لك حاجة غريبة جدا المشاهد الكريم إن الصين فيها 87 ألف سد ولا لا يوجد شك في أن الصين تستخدم هذا هذه السدود كسلاح يعني بسموها الويفونيزيشن اف ووتر اللي هو الاستخدام الماء كسلاح وأنت تستطيع بهذا الاستخدام السيطرة على منابع المياه والمنابع بتاعت الأنهار وبالتالي تستطيع أن تمنح الدول المصب إذا كانوا تحت الرضا أو تحت جلباب الرضا أو عين الرضا تعطيهم ما يشاء من حاجتهم في الماء إذا رأيتهم بعين الصخت تستطيع جدا أن تصدر لهم جفاف رهيب جدا وتستطيع أن تتلاعب حتى في التكوين الحيوي لمكونات النهر ما بعد السد ودي مسألة خطيرة جدا حينما تسيطر دول المنبع على المياه ودي كانت واحدة من المشاكل الموجودة ممكن أيضا تفتح الموية وتعمل فيضان بالزبط زي الفيضان اللي حصل بعد الملأة الأول من 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 إثيوبيا في العام الماضي أنه السودان تأثر وكانت هناك خسائر كثيرة جدا والسودان هيكون أكثر الدول تأثرا بغض النظر عن الشكل بتاع الاتفاق اللي حيتمش له إذا لم يستطع السودان بعيدا عن مصر وحاجة مصر إذا لم يستطع السودان أن يكون حجر الزاوية في إدارة هذا السد ستكون هناك مشكلة في أي لحظة من اللحظات بين السودان وإثيوبيا أيضا لابد من إعادة دراسة الموقف السوداني تماما في هذا الأمر وحنخش في المسألة دي بس الحكة دي أنا دائرة أسكرة يعني ويبدأ بالسؤال لماذا اختارت إثيوبيا هذا الموقع على بعد 15 إلى 20 كيلومتر من الحدود السودانية في أرض متنازع عليها ومباشرة تواجه أرض الفشقة التي يزرعها الشفتة من الإثيوبيين لابد من إعادة دراسة هذا الملف بمنظور سياسي أكثر من ما هو منظور فني أو حتى من ما هو منظور يخضع للقواعد بتاعت الأمان نفترض أنه أمان 100% وأنه لا يوجد أو لا يقام على أرض فيها انفلاقات متعددة وأنه تحت أرض قام عليها الأخدود الإفريقي العظيم بعيدا عن كل هذا الكلام لو قلنا بصمنا بالعشرة أنه الأمان 100% إذا لم يكون السودان حجر الزاوية في إدارة هذا الملف فستأثر السودان تأثر عظيم جدا ناحق عن مصر اللي بالتبعية ستتأثر يعني لأنه أنه لا يمكن أن تحجز المياه عن السودان وتصل المياه إلى مصر ما حتحصل يعني ما حتحصل إطلاقا تحجز المياه عن السودان ثم تصل المياه إلى مصر ما حتك بالتأمل يعني إذا دار توصل المياه لمصر العزيم تمر عبر السودان فدي وحدة من الحاجات المهمة جدا التي يجب يعني أن ندرك موضوع آخر مهم جدا يجب أن ندرك إنه بدأت المشكلة أصلا يعني أو بدأ استخدام يعني دول المنبع بدأت تتململ مع الدخول الصيني في أفريقيا في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والصين دولة يعني لها باع طويل في مسألة السدود وتعرف ماذا يعني استخدام وكيف يتم استخدام السدود وكذا ومع هذا التململ لدول المنبع اللي هي في الوقت دا كانت سبع دول تنزانيا ويوغاندا والكنغو ورواندا والبوراندي وكينيا وإثيوبيا سبع دول الكنغو الديمغراطية وكان معاها دولتين مصب اللي هم السودان ومصر في ذلك الوقت بدأ هذا التململ اللي تبعوا حاكتين ضلفة تأثير المصري في أفريغيا مصر انشغلت بنفسها لفترة طويلة جدا في عهد مبارك ابتعدت كثيرا عن أفريغيا والدور اللي كانت تمسن مصر أيام عبد الناصر وأيام السادات ضريف دخلت إسرائيل ودخلت الصين بعد 73 واللي هي حرب أكتوبر مع هذا الضعف بدأ هذا التملم اليهر إلى أن جاءت سنة 1993 حينما تبلورت فكرة إعادة صياغة اتفاقيات مياه النيل لأن دول المنبع تفتكر أنها ليس لديها الحصة الأعظم في مياه النيل وده ما في شك أنه تدخل دولي يعني لا يوجد شك في هذه المسألة لكن بعيدا عن هذا وحتى إذا افترضنا أنه هو مسألة وطنية كان الأثر الأكبر فيها هو بعد مصر عن أفريغ لأن مصر اتجهت إلى تمصير نفسها بعد 73 بعيدا عن خاصة بعد مشاكل كام ديفيد وابتعاد العرب عنها إن كفأت مصر على نفسها كثيرا من أيام الأيام الأخيرة للسادات ثم استمر الحال مع العهد الجديد حسن مبارك لمدة 30 سنة لم تهتم ضعف الحقيقة مش لم تهتم ولكن ضعف الاهتمام المصري بأفريغ يعني بقانون الإزاحة العادي إذا انت ابتعدت عن مكان هناك آخرين يدخل دخلت الصين ثم دخلت وإسرائيل أيضا دخلت في هذا المكان وبدأت تشعل كثيرا من الفتن كان أهم هذه الفتن هي الخاصة ب مياه النيل لأن فكرة السيطرة على منابع النيل دي دي فكرة من زمن الفراعنة ثم من زمن ال الاستعمار وكذا فكانت هناك أكثر من ذلك بدوا يفكر تفكر دول المنبع في أن تسيطر على المنابع باعتبار أنه هذه المنابع تنبع في بلادها يعني أضف إلى ذلك أنه من مدري جدا في أفريغيا كان هناك سرع خفي ما بين إثيوكيا ممثلة في الإمبراطور هايلاثلاسي ومصر ممثلة في جمال عبد الناصر للسيطرة على أفريغيا أو تزعم أفريغيا و في هذه السانحة أود أن أتحدث عن نقطة صغيرون جدا أنه في وقت ملاوكات كان أو في 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 اليوم الذي وقع فيه السودان على الدخول إلى الجامعة العربية كان هيلاثلاسي ينتظر إسماعيل الأسهري في المطار لكن الطائرة بدلا أن تذهب إلى أدس أبابا وتخبط في مطار ذهبت إلى القاهرة وهبطت في مكان واختار السودان أن يكون ضمن الحقبة أو المجموعة العربية في ذلك الوقت في الوقت الذي كان فيه هيلاثلاسي يقول لمن ينتظرون معه في المطار اليوم سيأتي إليكم أسد أفريقيا الأسمر السودان طيب حين بابدى هذا التملم من دول المنبع اتفقوا مع بعض على أن يكون أن يعملوا اتفاقية جديدة وأن يجبروا دولتين المصب السودان ومصر على توقيع وحتى لو ما وقعوها ما في إشكالية كبيرة جدا لأنهم هم أصلا ما حضروا الاتفاقات السابقة وتحدثوا بصراحة أن هذه الاتفاقية التي سميت باتفاقية أو بمبادرة حوض النيل فيما بعد أو ما يسمى بالنيل بيزن انيشيتيب قامت في سنة 1993 وانتهى بالتوقيع الأحرف الأولى فيها في عنتبي بدت في عنتبي سنة 1993 ثم سميت بذلك أخذت هذا الاسم إلى فبراير 1999 حينما تم التوقيع عليها بالحرف الأولى في تنزانيا في فبراير 1999 وبعد ذلك في نفس العام في مايو من نفس العام تم تفعيل وتغير اسمها إلى مبادرة حوض النيل ألغت أو جبت هذه بحسب ما يرى أهل المنبع أن هذه الاتفاقية وهذه المبادرة جبت ما قبلها من اتفاقية سنة 1902 ما بين البريطانيا العظمى التي كانت تحكم مصر والسودان في ذلك الوقت كانت دولة واحدة ومنليكة الثاني إمبراطور إثيوبيا ثم اتفاقية 1929 اللي هي بتاعة الهضاب ثم اتفاقية 1959 بين السودان ومصر التي اقتسما فيها حصة النيل ما بعد المصر و طبعا مع من قسام إثيوبيا إلى أريتريا أصبحت أريتريا إحدى دول المصر ثم قسام السودان إلى السودان الشمالي أو السودان وجنوب السودان وأصبحت جنوب السودان هي دولة المصر طيب كل هذه الأمور ساهمت إلى حد كبير جدا في خند الحلول الودية و يعني هنمشي إن شاء الله في قادم الشرائح في هذا الفيديو عشان نعرف ماذا حدث بعد ذلك طيب قبل أن نتحدث عن موقف السودان بين القبول والرفض وأن أثيوبيا قررت منفردة بدء الملء الثاني في يوليو القادم نريد أن نتحدث قليلا عن السد نفسه فكرة جاءت من وين و يعني لماذا في هذا وقت بالذات إحنا لنا زي عقدي من الزمان نتحدث عن سد النهضة وهناك الكثير من القيل والقال حوله طبعا كلنا عارفين إنه وضع حجر الأساس لسد النهضة في عام 2011 والغرض المعلن منه هو التوليد الكهربي واستخدام مخزون المياه في الزراعة وال سروة السمكية وخلاف لكن هذه الفكرة أصلا بدأت منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي حين قدم مكتب الاستصلاح الزراعي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بين عامي 1959 دي البداية كانت وعام 1964 دراسة حول إمكانية إقامة سدود في إثيوبيا بشكل عام واقترح 26 موقع صالحة لإنشاء هذا السد لم يكن من بينها أو الحقيقة الموقع الموجود الآن كان رغم 23 فيه يعني في ترتيب الأولويات كان مفروض يكون رغم 23 وإن الموقع الأفضل كان على بعد نحو 10 إلى 15 كيلو متر من بحيرة تانا دا الموقع الأفضل كان لقيام هذا السد طيب إثيوبيا منذ ذلك التاريخ كانت تحاول أن تبني السد لكن لم تنجح أنه كانت تكلفته كبيرة جدا وبدت بشكل يعني أكثر جدية في التعامل مع هذا السد منذ 2001 يعني منذ بداية هذا القرن بدأت بشكل جدي تفكر في إقامة هذا السد خاصة بعد أن وقعت على اتفاقية عن تب 2010 طبعا اتفاقية عن تب في الأول اللي هي وقعوا علىها بالأحرف الأولى في 1999 وسموها باتفاقية حوض النيل أو بيزن اللي هي مبادئ الاتفاقية كانت تم حشرة نفسها إثيوبيا ما كانت وفق عليها ثم وقعت عليها في 2010 طيب الموقع اللي تم اختياره الآن يقع على بعد اللي هو في منطقة بني شنغول دا بيقع على بعد 40 كيلومتر من الحدود السودانية وعلى بعد نحو 140 كيلومتر من خزان الروسيرس بيتكون هو كخزان من جزئين جزء خرصاني بيبتدي يبن فيه وجزء الخرصاني دا حين يكتمل سيكون ارتفاع الموية فيه نحو 145 متر وسيخز خلف أو بحيرة الخاصة بهذا الجزء الخرصاني في حدود 14 مليار متر مكعب من المياه لكن دا ما الجزء الأهم فيه دا الجزء المسؤول عن توليد الكهرباء لأنه سيولد حوالي 6000 ميجاوات من الكهرباء وهو بالتالي ثلاثة أضعاف السد العالي الجزء الأهم فيه هو سد آخر هلال الشكل يقع بين جبلين اسمه السد السرج أو السد الدام وده الأهم ده سد ركامي يعني ما معمول من الخرصانة وأشبه بالسد العالي في التركيبة بتاعته ويعتمد على الصخور الركامية والردم من هذا القبيل ويخزن في بحيرته حوالي 60 مليار متر مكعب فالجزء ده من السد أخطر من الجزء اللي بيبنو فيه الآن ده أخطر منه طيب إذا كانت المسألة بهذا الشكل كيف استطاعت آه 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 إثيوبيا اللي هي لحتى نهاية القرن الماضي كانت تعد ما بين صحيح الدول الموعودة بمستقبل جيد لكن كانت دولة فقيرة لا يعني تتعامل معها الجهات الممولة وهذا النوع من المشاريع دائما ما يأتي خلفه أو ما يخفي وراء الأكمة آه 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 أشياء كثيرة جدا كثير من المشاكل خاصة أن هناك دولة ممر زي السودان ودولة أخرى دولة مصب زي آه مصر فمتوقع أن تكون هناك مشاكل كثيرة جدا في هذا المشروع فكيف استطاعت وهو تكلفة المبدئية في ذلك الوقت 2015 كانت خمسة مليار دولار أمريك آه إثيوبيا لا تملك هذه مليارات من الدولارات يعني طيب أول حاجة فكر فيها من الزناوي هو التعبئة العامة بش ب آه يعني إخراج المشروع من أضابير الحكومة إلى أن يكون مشروعا قوميا هذا المشروع القومي آه يساهم فيه كل الإثيوبيين بشكل أو لآخر ورغم أنه استخدم القوة آه في آه التعبئة العامة هذه إلا أنه دفع الشعب الأم آه الإثيوبي ثمن هذا التحول من مشروع حكومي فقط إلى مشروع قومي آه تتداعى له كل الفئات الإثيوبية على اختلاف مشاربها و آه منابعها فقام فرض على كل شخص أو جول شغال في آه آه إثيوبيا أن يدفع شهرين من مرتبه أي موظف و يعني ضغط على البنوك لكي تتبرع وتشتري سندات بتاعة البنك سندات أشبه ب آه سندات آه اللي اتعملت في آه 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 المجرى التاني بتاع قناة السويس اللي اتعمل في آه بداية عهد الرئيس عبد آه عبد الفتاح السيسي بنفس الفكرة لكن أجبر الناس عشان تعمل كده ثم آه أصدر ما يسمى ب آه سندات الشتات لكل المغتربين آه خارج آه آه الإثيوبين خارج إثيوبيا فدفعوا قروش وصلت إلى واحد وسبعة من عشر مليار دي كانت النواة اللي بدوا بيها هذا العمل في الفين وحداشر آه دا أثبت جدية الحكومة دائما الصين بلد نحازل الفرص وكنا كنا إنه الصين بدت تدخل من السبعينات فدخلت واستثمرت في هذا عبر شركات في هذا السد بواحد وثمانية من عشر مليار البنك الدولي أينما توجد الصين يعني أينما تحشر الصين نفس آه 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 تحشر آه آه كلتا قدميها فأدت إشارة إلى البنك الدولي أن يشارك باثنين وتسعة من عشر مليار عام الفين وتزع طاجر ثم أنشئت وكالة مخصوصة يسمى التنمية الدولية الأمريكية دفعت خمسة مليار آه في عهد ترام لكي تستثمر في الأمريكا في آه إثيوبيا طيب هل ده بس القصة لا كانت هناك استثمارات أماراتية واستثمارات سعودية طيب هل دفع الأماراتيون والسعوديون لإنشسيا السد تحديدا لا هناك تدخل آه إيراني في آه إثيوبيا آه أيضا ما دام آه تدافعت إيران إلى مكان لا بد للسعوديين والأماراتيون أن يكونوا آه بالداخل حتى تتوازن الأمور لأنه إذا استطاعت إيران أن تستحوز على إثيوبيا ثم على اليمن آه وكان هناك لها نفوز ما في السودان فده كان ممكن جدا جدا أن يخلق طوق حول دول الخليج وهي لا تريد مثل هذا الأمر يعني تكون إيران نفسها في الغرب ثم إيران في جنوب اليمن آه في اليمن في جنوب السعودية والأمارات ثم إيران على باب المندب ثم إيران آه في السودان آه في البحر الأحمر آه آه جنوب مصر دي كانت مشكلة كبيرة جدا لذلك كان تدخل السعودي في الاستثمارات الإثيوبية بعيدة عن السد ولكن طبعا هذا ينعيش الاقتصاد الإثيوبي بشكل أو بآخر آه حتى ولو بشكل غير مباشر لكن لم تكن هناك استثمارات مباشرة آه للسعوديين والإماراتيين في السد نفسه لأنه هذا ضد العمل العربي بشكل عام وكلتا هما زعيمتان لل للعمل العربي بشكل أو بآخر السد الآن بدون بيع شركة إيطالية تسليم مفتاح اسمها ساليني أمبريقالو وهي المسؤولة مسؤولية تامة عن إنشاء هذا السد دع فيما يختص ب السد وكيف تحول إلى مشروع قومي وليس مشروعا حكوميا وإنما مشروع قومي استطاع ميلز الزناوي أن يستنفر كل الفئات الإثيوبية للدخول فيه وبالتالي أصبح الإثيوبيون مستنفرون ضد أي حاجة ضد هذا السد يعني استطاع أن يكون رأي عام إثيوبي في صالح بناء السد طيب هل هي دي يعني بعيدا عن إنه السد حاجة كويسة ولا بطالة بالنسبة للسودان وبالنسبة لمصر هل المسألة دي لأول مرة تحصل يعني هل حاول هل هناك محاولات أخرى لبناء سدود أخرى في إثيوبيا نعم إثيوبيا عملت سد في نهر أومو مع كينيا تسبب هذا السد في جفاف بحيرة كينية كاملة وبالتالي تغيرت البيئة وهاجر كل من كان حول هذه البحيرة وتسببت في أضرار كثيرة جدا للكينيين ما كده بس عملت القصة مع أريتريا في نهر عطبرة عملت فيها نفس القصة وعملت سدود أيضا في الصومال ومع جنوب السودان أيضا على نهر الصوبات إذن إسيوبيا تفكر في السيطرة على كامل المياه لعندها وهي دي نفس الفكرة الصينية في السيطرة والتحكم على المياه الصينية ومياها المنابع على الدول التي هي بحيث أنه تستطيع بشكل أو بآخر أن تؤثر سلبا أو إيجابا على دول الممر أو دول المصر طيب إذا كانت القصة دي كده وقبل برضو ما نخش في القصة بتاعت تعرجح موقف السودان طيب هل إثيوبيا تنظر إلى السد بتاع النهضة فقط من الناحية الاقتصادية الفنية يعني فنيا واقتصاديا ولا القصة دي عندها سياسة يعني مربوطة بالسياسة هل هل سد النهضة ده أزمة سياسية ولا أزمة فنية ده سؤال يحتاج إلى إجابة والأهم لماذا في كل المفاوضات غاب العنصر القانوني في مصر والسودان الذين يعرفون جيدا قيمة القانون الدولي وقيمة المعاهدات الدولية لماذا غاب هذا الجانب المهم جدا وهل أدرك السودانيون والمصريون على السواء أن المسألة مسألة في الأساس السياسية تريد بها إثيوبيا أن تخلق إجماع قومي على مشروع أو مجموعة مشاريع تمكن من إذابة كل المشاكل القبلية بينات لمسألة هل أدرك السودانيون والمصريون أنا أفتكر هناك في مشكلة لأن إقامة سد عملاق يحجز خلفه نحو 75 مليار أو 74 مليار مكعب من الماء يؤثر بشكل أو مباشر على الحياة بكامل أوجهة في دولتي المصب أو دولة المصب مصر ودولة الممر السودان ما كده وحتى يغير من شكل الحياة فيه لأن مجرد تجفيف النيل أو التقليل من كمية المياه الموجودة فيه سيخلق عنت لكل الذين يحيون على ضفته التأثير التأثير على الزراعة في السودان سيكون أخطر لأنه بصراحة سيموت مشروع الجزيرة تماما على علاته الآن سيموت تماما ناهيك على مصر التي تعيش بين ضفتين النيل كله طيب عشان تعمل سد بهذا الحج فقط على بعد 20 كيلو 40 كيلو من حدود دولة جارة في مكان أنت لا تستطيع أن تزرع فيه يعني الجزء الغربي من إثيوبيا اللي هو الجزء بالنسبة لنا يقع على حدودنا الشرقية كسودانيين لا لا يمكن الزراعة فيه بالقدر الذي يمكن الزراعة في الجزء الجنوبي من إثيوبيا والشرقي الجزء الشرقي والجنوبي فيه سهول ووديان تستطيع أن تزرع فيها بشكل أفضل من الجزء الغربي المتاخم للحدود السودانية وده السبب الذي يجعل الشفتة ينزل عشان يزرع فيه الفشقة يعني هذا السبب ما عندهم طريقة يزرع فيه الأماكن إذا إذا لا تستفيد من الزراعة في المنطقة تستهدف الزراعة في الأرض السودانية لكي بطول الزمن يكون لديك مجموعة من إثيوبيين هم دحق هم الأرض دحقة وبالتالي يعني إذا صح التعبير تثبي البشر هناك ويكون هم إثيوبيين أكثر مما إنهم يعني أكثر مما إنهم سودانيين ثم ندخل في استفتاءات واستقلاع وتمتد الأراضي والشفتة والمزارعين السعود تبدأ فيه بعد كده الانتهازية السياسية بالضغط عليك عبر تعطيش أراضيك لكي تترك أو تمشي للإثيوبيين عشان يجب يزرعوا فيه طيب في أيضا بعد تاريخي مهم جدا لا يمكن يعني نسيانه وده مهم عشان يعني الدولة اللي عايزة تبقى زعيمة ودائرة لها ما بيكون المسألة دي ساي يعني بيكون عندها سند تاريخي أو سند ديني أو سند ما هي مستندة عليها ويجعلها تظن أنها يمكنها أن تقود الآخرين فماذا كان يسمى إمبراطور إثيوبيا كان يسمى بإمبراطور إثيوبيا ويهودا طيب يهودا دمنه يهودا دا هو جد يعقوب وسليمان النبي يعقوب والنبي سليمان أو بمعنى أصح هو جد الإسرائيليين وهنا هم يتحدثون عن مملكة إسرائيل وبالتالي هو إمبراطور أمريكا إثيوبيا وإسرائيل دا كان دي التسمية دا معنا إمبراطور إثيوبيا ويهوزا وده السبب أصلا في وجود الفلاشة الفلاشة أصلا موجودين هناك مش كده وبس ده السبب بتاع السوبريم سيتي اللي موجودة أو الأفضلية الدم الأمهري على بقية الدماء الموجودة في إثيوبيا نعنه بيفتكروا إنه منليك الأول هو أصلا ابن للنبي سليمان والملك بالقيس والملك بالقيس بتاع السبب هي ليست يمنية وإنما هي إثيوبية أو حبشية وهي اللي جاء منها الجنس الأمهري اللي هي دا السوبريم سيتي أو ما يعرف بأفضلية الدم الأمهري على بقية الدماء الموجودة في تلك البقاء وده أشبه بأفضلية الجنس الآري والجنس الأبيض وإلى آخر وبيعتبره سلالة مقدسة الجنس الأمهري دا عشان كده هما عندهم هذه المشكلة القصد أيضا استدعت الإمبراطور إلى سلاسي أيام المشاكل بينه بين عبد الناصر ومحاولة كل منهما على تزعم أفريغيا إلى أن يعني تنفصل الكنيسة الإثيوبية القبطية من الكنيسة القبطية الموجودة في مصر وتكون لنفسها كنيسة بحالة أو مدرسة لحالة فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي مفروض أنه ندرك بيها أنه المسألة بالنسبة لإثيوبية يعني مسألة سياسية في المقام الأول تعني السيطرة على منابع النيل وبالتالي السيطرة على كل المحيط اللي حول عملت العملية مع كينيا مع الصومال مع ريتريا ومع جنوب السودان وعلى فكرة في سنة سبعة وسبعين حاولت أن تفعل هذه المسألة مع مصر فقامت ببناء سد دون علم مصر المعلومة وصلت للسادات فالسادات اتصل ب رئيس الوزراء في الوقت ذاك الاثيوبي وسألوا فأنكر قال لا ما عندنا حاجة سيد قام السادات سجل المكالمة يعني ما قل سجل المكالمة واتصل بالولايات المتحدة فتكر الوقت ذاك كان كارتر فسألوا إذا كان هو يعلم أنه سيوبي عملت سد أو ما عملت سد فأنكر أيضا كارتر أنه ما في حاجة زيدة على طول اتصل بالقيادة بتاعت الجيش وقال لهم تمش تضرب جيبوا الإحدى السياد بتاعته ومش أضربه طوان فعلا اتجهت الطائرات المصرية وضربت هذا الساد في لحظة حاول الأثيوبيون أن يتراجعوا أو يهتهموا مصر ب يعني إنها ضربت السد كده فما في حاجة طلع المحادسات والمكالمات وقال لهم جماعة أنا سألت السد أنا لم أعرف أنه سألت سد لأن أنت لم يكن سد فمن وين لم يكن سد ومن أين ضربت السد فما يستطيعوا يعملوا لحاجة لكن هو ضرب السد طيب كررت المسألة دي يعني إثيوبيا ما وقفت أصلا يعني الإثيوبيون ناس حاجبين جدا وما وقفوا إطلاقا عن هذا الأمر وقاموا حاولوا أن يعملوا القصة دي في نهر عطبرة عملوا في نهر عطبرة خزان في سنة تسع ألفين وحاية أو لا في سنة تسعمية سبعة وتسعين و المصريين عرفوه و ناموا عليه في ألفين وتسعة كمان يعني المهم ما تكلموا فيه كثير المصريين يعني تجاوزوا المسألة عملوا زي اثنين واحد في نهر عطبرة واحد في نهر ثاني من فروع النيل الأزرق فما يعني ما سألون أنه حسبوا له أنه كلهم الاثنين مع بعض يعملوا زي 14 ألف 14 مليون متر مكعب ودي ما بتأثر على حصة مصر فتجاوزوها ودي كانت عبارة عن اختبارات يعني هما ما عملوها ساي يعني ما عملوها فقط عشان هما يعني لا يرغبون في المصريين أو كده لا لكن يعني عملوها عن قصد ومعنى ليختبروا مصر وصولا إلى بناء سد بحجم سد النهضة من الحاجات برضو اللي مهمة ويجي باعتبار أنه يعني عشان نؤكد أنه المسألة سياسية والإثيوبيين يقصدوا أن يلملموا بلد بشكل عام هو اشتراط إثيوبيا إلغاء كل اتفاقيات مياه النيل قبل التوقيع على اتفاقية عن تبي أو ما يعرف قبلها بمبادرة مياه النيل أيضا رفضت إثيوبيا رفض تام خيار الإختار المسبق إلا إذا تم تقسيم الحصص وإلغاء بند التوافق كان دائما لما تجي تعمل حاجة أي دولة من دول المنبع لا بد أن يتوافق عليها كل الجميع يتوافق معناه كلهم يوافق عليها لا قالوا لا بس بل أغلبية لما تجي تحسب دول المنبع مع دول المصب هتلقى أنه أصد دول المصب لا يمكن أن تحصل على أغلبية في صالحة ولا يمكن أن تمنع أغلبية ضدها طيب كمان عندها إيمان تام أنه إيثيوبيا أنه دولتي المصب السودان ومصر ما بيمثل عنصر زنجي صرف خاصة كمان الدول بتاعة المنبع التانية يفتكروا أنه أنتوا أميل إلى أنتوا الأثنين أميل إلى أن تكونوا عربا وجيت أفريغ يدي ساي ما حقكم المهم أنتوا معانا غصبا عننا برضو كانت إثيوبيا تنتهز أي فرصة للتفريق بين الدولتين المصب السودان ومصر عشان حتى لا يتفق على حاجة ودائما تتجه إلى واحد وتمشي إلى التانية تقول والله ياخن عملنا كده مع فلان أنت ما لك ما تشوف حال ذاك طيب أيضا سيوبيا استخدمت كانت دائما حين تتحدث في مسألة سد النهضة تتحدث ب وتستخدم أسلوب لغة السيادة على أساس أنه هذا النهر حقه ده ما نهر مشترك وده ضد كل القوانين الدولية طيب هي جابت من وين السيادة جابت بكل أسف من إعلان المبادئ الذي تم التوافق عليه في القرطوم 2015 في مارس 2015 البند التاسع منه يتحدث عن السيادة وده بند فيه كثير من الصعوبة منح إثيوبيا ما لا تستحق وده ضد كل الاتفاقات الممث التي تشبه اتفاقية عن تبي وغيره على فكرة الاتفاقية عن تبي دي لغت كل الاتفاقيات التي قبلها فيما يختص بالدول المتشاطئة زي اتفاقية لاهاي في 1715 التي تقول أن مجار الأنهار الملكية مشتركة غير قابل للتنازل فهي تتحدث عن سيادة حقته ما حقت دول المصب المعاهدة الفرنسية السويسرية في عام 1824 والتي تخلص إلى أن تقاسم المياه مناصبة بين البلدين وبالتالي هي لا تتحدث عن مناصبة هي تتحدث عن أن المتعد حقتها هي التي لها الحق في أن تمنح دول المصب ما ترغب المعاهدة الأمريكية الكندية لعام 1909 التي توصي أو توجب بحق الانتفاع المشترك في الأنهار الحدودية وذي برضا حاولت أن تتجاوز أثيوبيا أيضا اتفاقية قانون المجاري المائية الدولية في الأمم المتحدة في عام 1997 واللي هي بتدي الحق لأن المجاري الدولية أيضا في معاهدة جينيفة الدولية لعام 1923 التي تنص على عدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى في الأنهار الدولية ووجوب التضامن وتنظيم استغلال المياه الدولية وضرورة وجود منظمة للرقابة على الأمن العام في حوض النهر الدولي وأيضا اتفاقية أديس أبابا سنة 1902 والتي تنص فيها على تعخد إثيوبيا بعدم البناء على النيل بما يمنع جريانه إلى السودان ومصر وبعدين اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1929 ثم اتفاقية 1959 بين مصر والسودان ثم اتفاقية 1999 اللي هي مبادرة حوض النيل التي انتهت إلى أن تسمى عن تبي في عام 2010 ده باختصار يعني ما يمكن أن يسمى يعني فزلك تاريخية عن هذا الحاصل شنو هنا في ما يختص بالنهضة في سؤال طيب ليه الموقف السوداني كان مترجحا ما بين أو رواح بين القبول والرفض وإنه بدأ رافض ثم يعني اتفق مع أن يكون هناك سد ثم أمضى أو وقع على اتفاقية الإعلان المبادئ في 2015 ثم يبحث الآن السودان في المواجهة حتى المباشرة في حال الملء الثاني وربما المواجهة العسكرية في حال الملء الثاني الذي سيبدأ في يوليو القادم طيب أنا ده 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 رأي خاص أفتكر أنه العلاقة السودانية والمصرية أثرت كثيرا جدا في موقف السودان على فيما يختص بالرأي يعني الرأي النهاية والرأي الحكومي لمواجهة مشكلة السودان النهضة وده بسبب نمرة واحد أنه السودان كان فيه نظام ينتمي إلى الأخوان المسلمين هذا النظام كان ضد أي موقف مصري موجود عدم التعاون بين النظامين يعني لا المجموعة المصرية والحكومة المصرية كانت تقبل السودان ولا السودانيون كان يقبلون النظام المصري وبالتالي كان هناك يعني عدم توافق في القضايا المهمة والمصيرية في اللتنين كلاهما يدرك تماما أنه منذ عام 2001 بدأت إثيوبيا التحرك في اتجاه بناء السد وأن السد سيتم بناءه إذا غفلا عن هذا الأمر ومع ذلك لم يحدث تنسيق قوي بيناته حتى جاءت القاصمة حين انشغلت مصر بثورتها الداخلية في 25 يناير 2011 وده غيب مصر إلى حد كبير على الأقل في سنة 2011 في تلك اللحظة كانت إثيوبيا تنتهز هذه الفرصة التي منحها لها الغدر لكي تبدأ في عمل السد ولكي تجبر الدولتين على انتظار النتيجة باعتبار الأمر الواقع وده بالزبط اللي حصل في هذه السنة كان السودان يتحرك لوحده وكان رافضا لسد النهضة لم يكن هناك تنسيق لأنه لم تكن هناك كانت يدوب حكومة الثورة ولسه الوضع لم يصهر فيه تصهر فيه الأمور تمشي كيف كان رافضا لهذا الأمر ثم بعد ذلك ما قابل السودان الموقف بالصرامة اللازمة وده كانت فيه يعني فيه حاجة غريبة جدا يعني أنت تدرك تماما بما تعرفه وبما يقدمه لك الاختصاصيون وأصحاب الخبرة أن هذا السد يعني هلاك للزراعة المنسابة في السودان أي الزراعة التي تعتمد على الري الانسياب وبالتالي فأنت يعني هيتوضع في خانة اليك في حال أنك قبلت بهذا الوضع وتعلم في نفس الوقت أن مصر الآن مهما كانت مشغولة بحالة داخلية وأن إثيوبيا قد انتهزت هذه الفرصة ولكنك لم تقف على رجليك ضد هذا العمل بشكل فيه سيادة سيادة للدولة في عام 2012 جاء الأخوان المسلمين وحكموا مصر لسنة وضع السوداني كان مائع ينتظر ماذا يحدث في مصر وكيف تشير مصر لأمره لا دال السودان متمسكا بعدم القبول ولكن ما في حاجة واضحة الخطورة كانت في عام 2011 كان رئيس الوزراء المصري عصام شرف الدين يقوم كذا براه لحاله كذا يمشي يجتمع بالإثيوبيين دون أن ينسق مع السودان ودي كانت لأول مرة تحتصل أنه دائما حينما يواجه دولتين دولتين المصب دول المنبع دائما ينسق مع بعض حتى يمشوا لكن ما حصل لأ عصام شرف الدين اجتمع مباشرة برئيس الوزراء المصري الإثيوبي وقرروا أنه يعمل لجنة فنية والكلام كان دون معرفة السودان فكانت المسألة غريبة وحزت في نفس السودانيين ووقفوا ضد هذا الأمر السودانيين لكن وقفوا ضده بس أنه ما كلمون بدون إدراك حقيقي أو محاولة لتحسين الموقف لم ينجح المصريون في أن يستفيدوا يعني في مقابلتهم هذه للمجموعة للمجموعة الإثيوبية بالعكس استفرد الإثيوبيون بالمصريين في تلك الحقبة 2011 وما نجحوا في التعامل مع الأمر بشكل جيد واستفادوا من أن المصريين يحاولوا أن يبعدوا السودان عن هذا الأمر طمعا في أن يحصلوا على حصة كاملة دي الرسالة الوصلة للإثيوبيين يعني بغض النظر عن أن المصريين قصدوا ولم يقصدوا لكن ده ما وصل للإثيوبيين فبدوا يماطلوا في تكوين لجنة فنية وحاولوا دائما أن يبعدوا الأمر من أنه أمر سياسي وأمر قومي وكذا وأنه المسألة طيب ما في مشكلة لجنة فنية ما نمشي قدام خطوة وكذا وهكذا جاءت الفترة برضو بتاعت الأخوان في مصر زادت الطين بالله بالاجتماع الشهير اللي تم تسريبه وحصلت منه إثيوبيا على نسخة وبدأت في التعبئة العامة ليس فقط داخل إثيوبيا ولكن حتى خارج إثيوبيا بتعبئة المجتمع الدولي والمجتمع الأفريقي ضد هؤلاء الفراعن الذين يريدون غزو أفريقي غزو إثيوبيا وربما غزو أفريقي وذي كانت الفكرة التي تروج أصلا كان غريب نفسه أصلا تسريب مثل هذا الاجتماع يعني الذي ذكر فيه بعض الناس المشاركين إنه والله إحنا نضرب إثيوبيا ونكسر السد ونرميه ونعمله وهكذا لم تكن دي المشكلة بس دي كمان عملت عوار بين مصري والسودان أكتر على الرغم من إنه دي الأخوان ودي الأخوان بعد كذا جاءت 2013 في 2013 انقلب يعني في مصر قامت 30 يونيو ومسك المستشار منصور لمدة عام ثم جاء بعد ذلك عبد الفتاح السيسي عبر انتخابات عامة وأصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية تغير موقف السودان تماما إلى يعني قبول فكرة أنه يمكن قيام هذا السد وأننا لسنا ضد التنمية في إثيوبيا وهكذا وكان ذلك غريب هذا التأرجع ف هذه القصة أخذت كمان فترة زمنية أطول أن السودان أقرب إلى خاصة بعد يعني دخول الأخوان المسلمين إلى السيون في مصر والثورة المصرية التي قامت ضدهم في 30 يونيو هذا الإنقلاب الغريب كان ومع كل ذلك يقوم السودان ومصر ب إعلان المبادئ في 2015 بعد أن قبلت مصر مبدأ السد وأصبح الاثنين دولتين المصر هناك توافق في أنه ما في مشكلة يكون في سد بس يعني المهم أنه حصصنا مات الاشكالية الأساسية أنه هناك عيوب قانونية في الاتفاقية بتاعت والعيوب القانونية كانت تحتاج إلى خبراء الدولتين الأعظم في إفريغيا واللي يملك من الخبراء القانونيون الدوليون يمكن على مستوى العالم لا توجد فيه مجموعات بهذا الحجم على أي حال هذا ما حدث وأعطى هذا الإعلان المبادئ الحق لإوسيوبيا في السيادة على المياه في أراضيها وأعطاها حق التعامل المباشر دون أن يرجع للدولتين المصب وأعطاها حق عدم إيقاف النشاط والبناء دون أن رجع للدولتين المصب وبالتالي هي مستمرة والآن تبدأ في الملء الثاني أو هي تقول أنها ستبدأ في الملء الثاني في يوليو القادم طبعا انتظارا للفيضان فهل سيتم ذلك؟ بحيرة خزان الروسيرس أو البحيرة خلف خزان الروسيرس بتخزن خلفها أو يعني تحتوي على خمسة إلى سبعة آلاف متر مكعب من سبعة مليار متر مكعب من المياه وعادة يتم تفريغ يعني في شهر يونيو لكي تستغبل الفيضان الجديد بتفتح البوابات بتاعاتها ويتم يعني تفريغ بحيث انه لما نجي الفيضان الجديد يلقى مكان يعني عشان المياه تخزن بعد ما الفيضان ينتهي وتحتفظ بنفس كمية المياه السابقة وتكون المياه نفسها جددة لكن حينما يتم تفريغ في منتصف مارس فده عنده معاني كثيرة جدا في معنى تيكنيكل وده المعنى القريب انه اثيوبيا ذكرت بانها حتمل الملء الثاني خلينا نفترض انه الامور ماش كويس وانه السودان موافق ومصر موافقة على الملء الثاني في حالة زيدي عشان يملى هو الان في سد النهضة البحيرة خلف السد الموجود الان وقبل بداية المرحلة الثانية فيها نحو خمسة مليار متر مربع وده اللي بيسمح لمتر مكعب من المياه وده اللي بيسمح ل النهر بالسرايان لانه ارتفاع الخزان الهسي معمول يسمح ب المساء انه المو تمشي من فوق الخزان بيبقى ما في مشكلة الان تستطيع المياه ان تمشي لانه ما في عايق لها ما دام مل الخمسة مليارد طيب هو لو عايز يملى يبقى لازم يرفع يبني فوق هذا السد يعني يبني تماما عشان يقدر يرفع لانه سيرفع ل25 متر الآن عشان يعمل 19 مليار الملء الثاني سيوصل البحيرة خلف السد الى 19 مليار متر مكعب من المياه الآن فيه خمسة لكن ما بيقدر يبني فوق الخمسة دنان المواجرية فهو اول حاجة سيفتح البوابات عشان تفقد حوالي مليار ونص من المياه ويقدر يخلي في مكان عشان تبني فيه أعلى وتعلي السد عشان يحصل الملء الثاني وبالتالي المياه اللي جاية الروسيرس ستكون أزيد فمنطقة جدا أنه تبتدي تفضي البحيرة خلف الخزان عشان تقدر تستوعب المياه الآن بحاول الإثيوبيون أنه يتخلص منها ده أشيء الظاهر لكن مع ارتفاع يعني الصوت السخ و نفس حواء ثاخن شديد جدا من دول المصد و قرار مصري بأن آخر موعد للرد حول الملء الثاني يكون في الخامس عشر من أبريل حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا التاريخ تحديدا أنه آخر حاجة هو يسمع في الخامس عشر من أبريل في عام ألف عفوا في عام عشرين واحد وعشرين بعد كده ما سيسمع هو الذي سيغرر سيأخذ المبادرة وأيضا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أعلن أنه لن يسمح إطلاقا بالملء الثاني يمكن أن يوحي بأن تفريغ بحيرة خزان الرسيرس هي جزء من عملية عسكرية محتملة نحن قلنا الموايب تستخدم كالماء يمكن استخدامه كسلاح لو اليوم فتحت الأبواب البوابات في سد النهضة يمكن أن و احتفظ خزان الرسيرس بالموايب الموجودة فيه يبقى ممكن يتهدم لأنه لا يحتمل 12 مليار الموجود خلف فسد 5 مليار متر مكعب هذا ما يحتمل 7 مليار فهي مشكلة لذلك من المهم جدا أخذ عملية تفريغ بحيرة الخزان الرسيرس بساقيها المرء وغير المرء أو القريب والبعيد يمكن أن تكون عملية فنية عادية بأنه لابد من تفريغ إذا كان هناك ملء ثاني لأنه ده سيتبع في الأول إنه موجود الآن في بحيرة خلف سد النهضة سيتم تفريغ جزء منه وبالتالي هنا لابد أن يكونوا جاهزين دي حالة الحالة الثانية وده الحالة الأهم إنه المسألة دي قد تكون إعلان الحرب خاصة إذا ربطت الأمور مع بعض والمعادة المحدد بالخامس عشر من أبريل وأريد أن أنوه هنا بأن يعني من متابعتي للرئيس السيسي وطريقة التعامل مع الخطر الخارجي أنه حين يحدد مواعيد بيكون درس القصة القصة قد يكون جات من عنده ويكون قاعد مع الخبراء وحدد بالظبط لماذا هو دائر هذا طيب لماذا 15 أبريل لماذا 15 أبريل لأن الفيضان سيبقى في يوليو الفيضان سيبدأ في يوليو وبالتالي لا بد من التجهيز وإذا كانت هناك عملية عسكرية يجب أن تكون قبل الفيضان إذا جاءت العملية العسكرية أثناء الفيضان سيغرغ السودان كله ويمكن تغرغ مصر ستعرف الموية الموجود يعني لو صادف هذا الأمر فيضان مثل الفيضان 88 ممكن جدا تكون في إشكال لذلك يجب التعامل مع هذه المسألة بالمفهومين المفهوم القريب كأن مسألة فنية لا في مشكلة سيتم السودان كان محتاج لكهربا وبالتالي يحاول يحرك الموية خلف السد وهكذا هذا جزء من الشغل الفني والجزء الثاني أنه ربما تكون هناك إعلان لحرب السؤال الجزء الأول ربما الحياة ستكون فيه عادية جدا لكن الجزء الثاني هل السودان نستعد أن يدخل في حرب هذه لأن الحرب ليس رصاص يعني خاصة لما تكون حربي مع دولة ثانية يعني أنت ما ماشي تلاقي متمردين في معركة عاد بتاعة غوريلا أو عصابات يعني بمجرد ما تصل المدينة هيسيبوا عليك وتمشي ويمشوا لا أنت ستتعامل مع دولة ثانية وانت في الواجه هل ستستطيع السيوبيين على فكرة عندهم منصات بتاع السام 75 وسام 78 وسام 6 موجودة خلف السد طوال عندها نعم السد محمي يعني هذه المسائل ستزورك وجودك في الفشقة وأنت مكشوف نعم يعني موانع طبيعية حين تحاول أن تضرب الإثيوبيين لما تحاول تضرب الإثيوبيين هم عندهم موانع طبيعية يعني البلد بتاعتهم جبلية وبلد عالية وكذا ربما لا تستطيع أن تصليهم لكن هم يقدروا يضربوك طوال لأن أنت وقعت في زخول مكشوفة فسهل جدا يضربوك هل أنت جاهز هل مستشفياتك جاهزة يعني مثلا المصريين مثلا لما انجوا عشان يعملوا سنة 73 يعني عملوا حاجة جيدة جدا وعظيمة عشان يعني يعني يخدعوا في 73 عشان يخدعوا الإسرائيليين أدوهم المعلومة لكن وجهوا نظرهم لأشتان كانوا دائرين يفرق هم دائرين يدخل الحرب فعشان تدخل الحرب أول حاجة تفكر فيها المستشفيات أنت ما بتعرف الخسائر ستكون قدر وانت اللي عايز تستدع الحرب يعني ما هم جايين لك يعني ما حرب فوجائية دي حرب انت اللي هتعمل لها هي مفاجأة بالنسبة لي الإسرائيليين لكن بالنسبة لك انت اللي عايز تعمل فانت بالضرورة بمكان انه المستشفيات بتاعتك او بعضها يكون جاهز فقاموا عملوا شنو اتصلوا ب يعني أعلنوا في الجرائد انه سيتم اغلاق مجموعة من المستشفيات لظهور حالات تتنص لظهور حالات بتاعت تتنص وكذا وذي كان يعني عذر معقول انك لازم ما عندك حل لازم تغلق المستشفيات دفاع اغلقوها ونجحوها وطلعوا كل الناس الموجودين فيها فرقوها واصبحت هي مستشفيات ميدانية بتاعت حرب هتقوم باستقبال الجرحة والمصابين وكذا وذي كانت مهمة جدا انه انت عارف انه العدو بتاعت يعني عارف انه براغبك وعارف انه انت لو بدت تفرغ المستشفيات دي بدون عذر اساسي ستبقى مشكلة بالنسبة لهم لانه سيكشفك لما انت عندك نية تخش في حرب يعني انت لماذا تفرغ المستشفيات بتاعتك فالدو المعلومة بانه هم سيفرغ المستشفيات لكن هم سيفرغ المستشفيات لسبب لوجود تتنس فيها وتتنس طبعا ما عنده حل غير انك تتقفل المستشفى وتنظف تاني وتجهيز وكذا وبعد وتديع فترة قاعدة فاضية حتى بعد كذا تعمل فهل انحن عندنا يعني مستشفيات كافية اذا حصلت حرب بين دولة مع دولة جارة زي دي يعني انت ما متوقع انك تضرب بالسد والاثيوبيين يعينوا لك الاهم من كذا نفترض انك هتعمل الحاجة دي انت عندك اكتر من اربعة مليون لاجئ اثيوبي واريتري قاعدين في السودان هتتعمل معهم كيف يعني كيف تأمن وجود هؤلاء داخل السودان دي قاعدين في البيوت وشغالين وعندهم محلات وعندهم كذا كيف هتعمل بعد ان حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخامس عشر من ابريل كاخر موعد ليسمع فيه الرد الاسيوبي على عمليات الملء الثاني فهل بدأت الحرب في دق طبولها وهل فجأة كل الاحتمالات اصبحت ممكنة لمسألة مهمة يجب ان ندرك ايضا يعني السؤال ايضا يطرح نفسه احنا اجبنا على جزء منه يعني لماذا تصر اثيوبيا على ان تست يعني تستخدم الفشقة وبني شنغول السودانيتين والحقيقة ده برجعنا برضو لماذا كان يعني في حاجة غريبة حصلت في خلال العشرين سنة الفاتد انه سودان سمح بشكل رسمي او شبه رسمي لشفت ان يجو في منطقة الفشقة ويزرع لمدة عشرين سنة الفاتد او اكتر من عشرين سنة الفاتد يمكن من سنة يعني 1995 وافتكر 1995 يعني مفروض انه في تاريخ السياسة السودانية يعني يوضع لها اعتبار كثير جدا ماذا يمسك او ماذا كان يمسك النظام الاسيوبي على نظام البشير او نظام الكيزان حتى يسمحوا او على الاقل يعني يريحوا اذنهم من سماع كلمات عن الشفتة والفشقة منذ يعني منذ زم التاريخ يعني من بداية الدولتين كان موضوع الشفتة ده موجود يعني وبينزلوا دائما هما يزرعوا في السودان وبتحصل مشاكل حدودية ونعن البلد والمنطقة دي منطقة بتاعة حدودية وتجاور وقبائل نصفها في السودان ونصفها في اثيوبيا فتحل المسألة بشكل ودي قد يموت في بعض الاختشخاص هنا وهناك لكن في النهاية بتحل بشكل ودي لكن الواحد يسأل نفسه ليه في العشرين سنة غضت الحكومة الطرفة عن هذا يعني التحرك الوحيد اللي حصل حصل الان مع المجلس العسكري او الجانب العسكري الان ومجلس السيادة حين قرر حفظ الفتاح البرهان ان يدخل في حرب مع الشفتة وان يضيق عليهم الخناق ويطرد من هذه المنطقة قبل كده ما كنا بنسمع الكلام ده السؤال ليه كانت بتحصل طيلة هذه الفترة ماذا يمسك الجانب الاسيوبي على حكومة البشير وكيزان طيلة هذه الفترة منذ 95 يعني واظن التاريخ ده دلالات كثيرة جدا 1959 فداعيز نقاش ده برضو قد يدلل على يعني لماذا تأرجح الموقف السوداني بين موقف وموقف ولماذا يعني كان دائما إلى ما قبل الثورة يعني غير جاد في المواجهة مع إثيوبيا دي ناحية وأنا هنا لا أتحدث عن موقف مصري مصري تستطيع أن تدافع عن نفسها وتستطيع أن يعني حتى لو أخطأت تستطيع أن تعالج مسائل وكذا لكن يعني ليه أنت تعرف أن هذا النيل هو حياة أو موت إذا جف هذا النيل اللي هو خاصة النيل الأزرق فأنت تعني ببساطة هذا يعني ببساطة موت الحياة في هذه المنطقة والتحول إلى يعني صحراء تماما يعني وجفاف مطلق ونحن جربنا الجفاف المطلقة قبل كده بفترات زمنية مختلفة فماذا حدث حتى يعني يمسك الإثيوبيون بزماما مبادرة دون مراعا للجانب السوداني أيضا هناك سد النهضة أيضا فيه محاولة للتغطية على المشاكل الأسيوبية مع التجراي وبين الشفتة والتجراي ربما تطيح هذه المسافة بأبي أحمد خاصة إذا حاول أن يتعامل مع المسألة من مبدأ القوة فنسأل الله أن يجنبنا الحرب وأن يعني الناس تلجأ إلى العقل وتحاول أن تحل هذه المشاكل بالسرعة المطلوبة بيبقى سؤال مهم جدا خاصة بعد المخترح السوداني لحل الأزمة تبلوماسيا أو بواسطة لجنة وساطة ربعية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعني لماذا اخترح السودان هذا الاختراح هل هو أصلا ديل ما كانوا موجودين لا ديل كانوا موجودين كلهم لكن بصفة مراقب والمراقب لا يتدخل في الأمر وإنما يترك المسألة أو المشاكل لحثها الزاتي حتى تكتمل ويعني لا يقف كثيرا عند المعضلات التي بين المفاوضين يعني وإنما يحاول بالقدر المستطاع أن يعني يراقب كيف تسير المفاوضات دون تدخل لذا السودان اخترح أن تضاف يعني يعطى هؤلاء موقف أكثر إيجابية وقوة في التعامل مع المفاوضين بكلينة وساطة ربائية اللاعب المهم في الحتة دي هو الولايات المتحدة ده في تقديري أنا دا يعني ليس له علاقة مع الآخرين ربما الآخرين يرون غير ذلك لكن أنا أفتكر أن الولايات المتحدة هي اللاعب الأهم أولا الولايات المتحدة تعرف تماما أن الصين جزء من اللعبة ولتوازن القوى لا بد أن تكون متواجدة الصين حتى الآن لم تتدخل لا بصفة مراقب ولا بصفة يعني وسيط ولا ولم تتدخل في هذا الأمر تركت المسألة لحسها الذات أن الصين أصلا هي جزء من لعبة السدود هي تعرف لعبة السدود وربما كان لها قيوب داخل الحكومة الإثيوبية تحركها كيف شاءت الولايات المتحدة إلى قبل مجيء بايدن كانت تقف مع مصر بجانب السودان لم يكن يعني بهذا الوزن يعني لكن كانت تقف مع مصر في جانب وكلنا سمعنا الرئيس السابق ترام وهو يتحدث أو يقول قولته تلك يعني مصر ستعمل ما هو ستضرب السد خلاص فده كان موقف لكن في نفس الوقت هذا الولايات المتحدة نفسها سمحت للبنك الدولي أو أدت إشارات للبنك الدولي أن يموّل السد بـ 2.9% ثلاثة تقريبا مليار دولار وأيضا سمحت لشركة التنمية الأمريكية بالدخول في استثمارات في الإثيوبيا بـ 5 مليار أرسلت بومبينيو الوزير الخارجية الأسبق والذي تحدث بوضوح وجلاء ويعني الصين في ذلك حين قال أن أمريكا ستمنح استثمارات ذات معنى لإثيوبيا تمنع الاستغلال والفساد الذي كان يحدث وهو يشير بذلك إلى الصين في 2010 لما كانت في في حديث عن اتفاقية عن تيببي وإنه خلاص سيبتدوا يوقعوها وكذا أمريكا حاولت أن ترسل جيميس بيكر اللي هو وزير الخزانة الأسبق وواحد من أهم اللاعبين السياسيين في أمريكا عشان يدخل يساهم في مساعدة مصر لكن مصر رفضت في 2010 هذا التدخل بايدن الآن أرسل واحد من أهم رجاله إلى إثيوبيا والحقيقة هو أرسل في مهمة مكشوفة أو مهمة يعني بغرض أنه يتعامل مع الإثيوبيان كرايسيز اللي هي المشاكل الإثيوبية نفسها ومشكلة التقراء تحديدا لكن ده المسؤول الأمريكي أو المبعوث الأمريكي الأمني لا يتحدث فقط عن الغرض المعلن وإنما هناك أغراض كثيرة غير معلنة دائما تقام فأين تقف أمريكا الآن ومع من وهل هتسمح أمريكا بعد كل الذي فعلته في السودان في الأيام الأخيرة والحديث عن الاستثمار في السودان وغيره بالإضافة إلى موقف مصر هل هتسمح باستمرار هذا التلاعب في مسألة السد كذا دي مسألة مهمة جدا ولا بد من معرفته اللاعب الأوروبي ما واضح حتى هذه اللحظة أين يقف لكن بالقطع هما ما عايزين مشاكل السؤال لو حدست مشاكل وصلت إلى حد الحرب كيف سيكون ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية الصين والاتحاد الأوروبي وحتى الأمم المتحدة كيف سيكون ردة فعلها لهذا الأمر المخترح السوداني بفتكر مخترح جيد التعامل السوداني بعد الثورة والحكومة الحالية بتتعامل بجدية جدا في ملف صد النهضة المتعاملين أو المتعاملون في هذا الملف يدركون تماما أن صد النهضة يساوي موت الحياة في السودان فلابد لهم من أن يسيطروا عليه إذا كان لابد من قيام صد النهضة بالضرورة بمكان أن يكون تحت قيادة مشتركة ولا جوجة سيادة على المياه الدولية إذا كانت هناك حاجة إلى أن يدفع مصر وسودان أو يدفع تدفع دولتان المصد نصيب في هذا المشروع الضخم يجب أن يكون موجودين فيه وأن تكون السيطرة على منطقة بني شامقول هي سيطرة سلاسية تتكون من أثيوفيا و مصر والسودان على أن يكون السودان هو صاحب الأرض في هذا الأمر وهو الآمر الناهي بحكم السيادة على الأرض وليس السيادة على المياه نحن نحن عندي مياه المياه أو الأنهار الدولية هي ذات سيادة مشتركة بشكل متساوي أدي مسألة مهمة جدا ويجب أن يعيها الدولتين المصب في هذا الأمر الآن هنفترض السيناريو الأسوأ الذي لا أتمنى وبالتأكيد لا يتمنى أي شخص عاقل أنه لم يكن هناك طريقة غير إيقاف السد بالقوة العسكرية وحدثت هذه القوة العسكرية واستخدم السودان أو استخدم النصر والسودان استخدما القوة العسكرية واستطعا أن يوقفا السد بغض النظر عن المسائل العالمية أنا ما حافظ في هذا الجانب أريد أن أفهم أو دعنا نتحدث سويا بصودة عالي من الذي سيكسب السودان الآن في مرحلة انتقالية في حكم خليط حتى الآن لم يصهر يعني فوايد على السودان حكم خليط ما بين العسكريين أو العسكريين والمدنيين حتى هذه اللحظة لا نعرف له اتجاها الواضح جدا أن كلا الفريقين غير متفقين على الطريقة التي يؤديان بها الحكم يعني وأن العسكريون من جهة يخالفون المدنيون من جهة حتى لو كانوا على حق والعكس صحيح أيضا وأن العسكريون أيضا الذين بيدهم السلاح وبالتالي بيدهم القوة التي تمنح القانون يعني قوته لا ينفزون شيئا لا زال الكيزان حايمين نحن ما عارفين لغاية حايمين ليه ما في محاكمات بالمعنى الصحيح حتى الذين تمت محاكمتهم هناك مماطلة في تنفيذ الأحكام عليهم طيب إذا دخل السودان في حرب ماذا كيف سيكون الحال خاصة مع الضغط الاقتصاد الرهيب الذي ستدخل عليه اقتصاديات الحرب بالسلب مهما ساعدت هذه الدول الخارجية السودان وحتى لو وقفت هذه الدول في جانب السودان وفي جانب مصر كيف ستدار يعني أقبية الحكم في السودان ومن سيربح السودان في النهاية هل سنعود بسبب هذه الحرب إلى حكم عسكري لا ينتهي إلا بثورة يركب من فوق العسكريون ويدعون مشاركتهم فيها أم أن المسألة على العكس تماما ستنتهي ب يعني انتقال سلمي للسلطة سينتهي عهد العسكر في السودان سي يعني يذهبون إلى ثقناتهم خارج العواصم تماما إلى الثقور يشوف لهم يشوف كيف يمكن أن يساهم في التنمية عبر الدفاع عن الأراضي السودانية إلى هنا نقف سائلين الله أن نجاة من كل شر وأن يبعد عنا شبح الحرب وأن يأتي العقل بما هو في مصلحة دولتي المصب السودان ومصر الماء هو عصب الحياة المعارك القادمة كلها معارك مياه صحيح أن هناك مصادر أخرى للمياه لكنها لا تكفي سندخل في جفاف إذا حدست مشاكل سد النهضة إذا لم ينتهي ب إدارة مشتركة وسيادة السودان على بني شنغول بتبقى في إشكاله تحياتي لكم جميعا وشكرا أيها المشاهد الكريم أنك وصلت إلى هذه المرحلة آمل أن أكون قد أفنت وأبنت بعض الحقائق عن مشكلة سد النهضة نسأل الله أن يوفق السودان ومصر لحل هذه المشكلة بما اكتسبا من خبر طويلة في إدارة الصراعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب إن شاء الله اشتركوا في القناة